اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تصل عاصمة ولاية الأصابة ظن جولة داخلية يقوم بها فريق من اللجنة بقيادة رئيسها أحمد سالم البحبيني للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا وخلال لقاء جمعه بعدد من الفاعلين بالولاية قدموا البحبين صورة عن عمل اللجنة وطبيعة علاقتها بالنظام وهي العلاقة التي قال إنها لا تؤثر على عملها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجنة كلفتها الدولة وعطاتها مرتبة دستورية كلفتها بملف ترقية وحماية حقوق الإنسان معنا عن الدولة عدلتش من القوانين يحموا المواطن والدولة حريصة عن ذوك القوانين عنها يستفيدوا منها المواطنين وكلفت لجنة مستقلة تعد هي المباشرة ذاك معنا عنكم معاكم مورك لجنة بدون أي حرج مستعدة تستمع لمشاكلكم الحقوقية وترفعها للسلطات بحكم أنها عندها علاقة مع السلطات كمستشار لها في ميدان حقوق الإنسان وفي إطار علاقاتها بالمواطن اعتبروا البحبين أن اللجنة تتعاطى مع المواطن انطلاقا من واجبها القانونية بعيدا عن الاعتبارات السياسية حسب تعبيره نحن جايين معاكم أنتم من خرصوا النواقص النواقص ويخرصهم كي قلت لكم مادة ما هي دارة حد ينتسب له لا هي دارة حد يصوت له معنا عن جزء منكم وهذا هو اللقاعي الجسد في تشكلة اللجنة من نفسها وضعية اللجنة اليوم في موريتاني يا الله تعد تبعث الارتياح لماذا؟ لأن السلطات مركزين في ميدان حقوق الإنسان على هيئة عمومية غير مستقلة وتحظى بذقت الحكومة وتتعاطى مع الحكومة تطلع لها الهموم الحقوقية التي لا أخذت غير مولي تناقشهم بكل استقلالية وتحضر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأداد تقرير عن الوضعية العامة لحقوق الإنسان في موريتانيا لتقدمه للسلطات التنفيذية